أتابع معكم في لقاءات مع عدد من ممثلي ووفود العالم المشاركة بمؤتمر المناخ كوب 27 نتابع هذا التقرير ثم أعود وألتقي معكم ونستكمل التاسعة أنتيجن بربودو عانت عبر عقود كثيرة من التغير المناخي ولقد رأينا أسوأ الأعاصير والتي ضمرت كل البنية التحتية والطرق والقسور والمستشفيات والأماكن الرحية الصحية وكذلك المدارس لذا فهذه القضايا مهمة جدا بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تعطل كبير حدث للاقتصاد عندما حدثت هذه الأعاصير انقطع السياح الذين كانوا يتوفدون لزيارة جزرنا وكانوا يأتون إلينا ببعض العوائد وإذن تضمر أيضا البنية التحتية لدينا إذن هذا أمر هام جدا لقد حدث دمار شامل عندنا وهذا يحدث من وقت الآخر وفي آخر إعصار كان علينا أن نخلي جزيرة بأكملها وكان هذا في عام 2017 وحتى الآن فإننا نعاني بشكل كبير إذن هذا يعطيك فكرة عن التأثير الذي نعاني منه القارة الأفريقية زي ما ذكرت هي من القارات لم تسهم كثيرا في المساهمة الانبعاثات الحرارية بتسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الحرارية في العالم بالرغم من أن عدد سكانها نسبتهم 17% من عدد سكان العالم في نفس الوقت بتتحمل تكلفة وتداعيات التغير المناخي بالنسبة للدول الأفريقية بمعدل متوسط 5% من الدخل القومي هي تكلفة التغير المناخي وفي عدد عديد من الدول الأفريقية بسبب التغيرات المناخية دي بتعمل إكستريم ويدر شوكس بيحصل أعاصير أو حالات من الجفاف فانسوا بيضطروا أن هما يصرفوا حوالي 9% من الدخل القومي لمواجهة هذه الأزمات نحن برلمان عموم أفريقيا نعبر عن أفريقيا جميعها 55 دول أفريقية والمجتمع المدني ونحن متشائمين جدا فيما يتعلق بقضية التنفيذ ولكن أولا أود أن أشكر مصر كدولة وكحكومة لقد قمتم بأفضل تجهيزات للكوب فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والإعدادات ولكن المفاوضات لم تتحركوا بما يتماشى مع توقعاتنا هذا هو كوب التنفيذ لذا كنا نود أن نتحرك ونمضي قدما لما فعلته الدول المتقدمة فيما تعلق بالتزاماتها وفي تلبية حاجات أفريقيا في الظروف الخاصة التي تمر بها وأن نتأكد من أن الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والدعم الذي يجب أن يقدم للدول النامية قد تم حل هذه القضايا نريد أن يكون هناك قوة دافعة وأن يكون هناك منصة تضمن أن يكون هناك دفعا للمضي قدما في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر